ورجعنا تاني للحلم قد إيه لما بتوصل لحلمك وتحقق هدفك بتبقى مبسوط قد إيه لما بتنجح والناس تشاور عليك وتبقى فخور باللي انت وصلت له والناس تقدر تبقى انت مثل بالنسبة لناس كتير النهاردة معنا نموذج مش عرف نموذج كل شبابنا لازم يسمعونا لأن ممكن تحقق حلمك هنشوف النموذج ده رجل أعمال قدر ان يحفر في الصخر ويبقى موجود ويتعامل مع حاجات مختلفة علشان يبقى موجود هنتعرف عليه وهنسمع قصته وهنسمع كمان ونشوف ايه الحاجات اللي بتعامل معاها وقدر ينجح معاها ازاي نرمين زكا مهندس عيد العتس معنا رئيس مجلس إدارة شركة الفرانة بنرحب بيك وبنشكرك ان انت جيت عشان نعرف اكتر عن الشركة ونعرف اكتر عن المنتجات بتاعتك ازاي حضرت؟ اهلا بيكم انا اسعد واهلا بيكم واهلا بيستادة المشاهدين واهلا بفريق العمل للقائمة العمل في سريق الحياة على اكمل وجه وانا بكون سعيد جدا لما بلتقي وحسيت ان القناة دي جزء مني اهلا بيك يا مهندس عيد واحنا كمان مبسوطين ان انت معنا لان كل مرة بتعمل لنا مفاجآت وكل مرة بت بنشوف حاجات جديدة اكيد في ناس كتير من الجمهور اللي بيشوفنا مهتم بالحاجات اللي احنا نتكلم معنا معنا طبعا وخصوصا للمصر حاليا في ناحية عمرانية غير مسبوقة على مدار السنين كتيرة جدا الفاتي طبعا احنا عايزين نعرف المنتجات والخمات اللي حضرتك شغال فيها للشركة المنتجات ايه هي عبارة ايه بس حضرتك يعني احنا دايما شركة متنوعة ودايما بنبحث عن كل ما هو جديد اه اول حاجة احنا ركزنا عليها او ابتدينا بيها القربية الفقاري وده بنجيبه من اكتر من دولة لتنوع المنتج القربية الفقاري ده بيعتبر عبارة عن طفلة طبعية وانتي حاجة طلعة من الارض وما بفعش اي اي خصائص معدنية داي بيستخدم للأسطح بيستخدم للأسطح الفنا للأسور حتى حاليا بتلوقتي عشان نهضة البلد بلق تهتم باسكن الشباب فبيحطوا منه دايما حاجات جمالية على السكن طبعا بتطفي جمال وبرق جامل جدا على اي منشأة بتعمل ده لو احنا دخلنا ان احنا كنحد كورية لكن برضو من ناحية التالية ان هي برضو منعة للمطر عزلة للحرارة لا بالنسبة للأباكر اللي هي السوحنية لان مثلا تكدس الماء او قطر الماء او النوة زي النوة اللي احنا في نوة الغطاس بيبقى كمية الماء كسيفة جدا فدي بتبقى عازل ما بين السطح وما بين المياه يعني يعتبر عملي جدا طبعا ده اول حاجة طلعت في الاسطح دي بقى لها فاصل حوالي مية واثنين سنة ودخلت ايام السكر حديد ما تعملت وحضرت الحيوان والكلام ده بقى له حوالي مية واثنين سنة على معتقد يعني اول ارضيت يعتبر النوع ده الفخاري الفخاري وكان حتى اول بلد عملته كانت مرساليا فرنسا حتى فيه نوع من الارميد بيبقى فلات مسمع مرساليا على اسم البلد اللي هيعملته وفيه منه اشكال كتير فيه منه اشكال كتيرة وفيه منه اكسسورات بتبقى مكملة للجزء بتاعه والوين ده عادي ممكن نغير لونه ولا هو ده بيبقى لونه واحد بس بس احددتك هو ده الطبيعي تمام فيه طريقتين للتلوين فيه طريقة احنا بنعملها هنا لو كميات صغيرة هو دي بنعملها محلي لكن ما بتبقاش بجودة اللي بتعمل برة اللي بقى برة حددتك الديو هي خام لسه فليبقى لسه مدخلتش حرارة فيه يعني واخد التكفيف الطبيعي فلما بيرشها ومدخش افران فطبعا المسام بتاعتها اساسا قبل ما تتعرق مفتوحة فالمسام المفتوحة دي بتاخد اللون مزبوط بتاخد اللون مزبوط وقوة التمسك بتبقى اكتر فيه انواع تانية غير النوع ده الفخاري اه فيه نوع مع بفي سي برضو ده حاجة جديدة اللي هو ده اللي هو ده وده برضو ببقى منه اه زي ما حضرتك شايفة لون فيه لون تاني وفي نفس الوقت برضو ممكن نشكل زي ما احنا عايزين يعني احنا ممكن نجيب اللون زي ما احنا عايزين لو احنا عندنا مشروع او عندنا حاجة يعني ده بنتحكم دول الالوان الموجودة ولا ممكن نتحكم في الوان اكتر من لون لا ممكن لو حضرتك التشيرت اللي انت احنا عندنا موقع لون التشيرت بتاع حضرتك بس في المعدني في المعدني حاجة التالتة ده قربيت معدني والقربيت المعدني برضو متعدد الالوان الحاجات دي بتيجي جاهزة بالوانها بتيجي جاهزة من الوانها بنجيب من اه ده بالنسبة ده بتيجي من السعودية وبنجيب من البحرين يعني تفضل ام شركة طف ناجد في السعودية ودي شرك عريكة وليها اسمها على مستوى الخليق كله حلو إن أنا أجي لحضراتك الشركة بعايز حاجة للأسطح عندي كذا خيمة وكذا لون وكذا موديل فدي مش متواجدة في أي مكان يمكن ممكن لو حد عايز يعمل أسطح هيلف في كذا مكان لأ أنا ممكن أجي عند حضراتك وعرف كذا نوع وكذا خيمة وكذا لون هقدر أنأي كل اللي أنا عايز في المكان واحد وده بيميز المكان يعني يعني إحنا دايما هدفنا أول حاجة تقريبا إحنا بنتميز في المعدن لأن لسه محدش سبقنا فيه كلها سنتين ثلاثة كده وهتراقيه أهي أبو التاشر بالظبط إحنا عاملينه طبعا دعاية كويسة عندنا مشاريع كويسة جدا عندنا مشروع في مستقبل سيتي وعندنا مشروع في العبور والمشروعين دول أساسا من القرمية المعدنية ثقافة القرمية المعدنية اختلفة كلها والجزئية يعني حتى ناس وهي مشي أداء طبعا من شدة الإعجاب أو شدة المار الشكل مختلف عن المتعودين عليه عن المتعود عليه بالظبط كده وطبعا استعماله ويبقى أحسن من القديم عند أحدث بس أقول لحدتك حاجة يعني كل حاجة وديها شغلها يعني لو أنا النهاردة بأعمل حاجة فخمة أوي بأعمل أصر حاجة خاصة ما ينفعش أحط الشكل لأنك بدي مودرن لأنك بدي مودرن شوية لكن بعمل كمباون مثلا الكمباون ده عايز أميز مثلا عمل مثلا ثلاث مجمعات زونة واحد زونة اثنين زونة ثلاثة طيب أنا مش عايز أقولك أنت زونة واحدة ولا زونة اثنين ولا زونة ثلاثة ممكن عملك سقف مثلا لونه أزرق عملك زقف تاني لونه أحمر سقف تاني لونه حتى أنت تقولي خش الزونة اللون اللي أخضر تعال عندي بسهل العملية في نفس الوقت لو أنت جنبي منك مواقع أخرى بتقدر يتميزي نفسك عن المواقع الأخرى بالقراميدي اللي موجودة الشكل الخارجي بيميزك لأنك بتبقى موجودة على المسافات الطويلة القديم أنت بتحبسه الحاجات الستيل والفلل والأصور والحاجات القوية بالضبط كده ده الحاجات المودرن والمباني الجديدة بالضبط كده وكل واحد ليه مميزات ولا كلهم نفس الاستعمال هو بس حدثك كلهم بيمتازوا أو بيشتركوا في ميزة واحدة أنهم عايزين للحرارة غير قبري للتآكل يعني عندنا القرمية المعداني الخامة اللي تحت ألوزنك ألمونيوم مع زنك يعني دي هكذا طبقة دي هكذا طبقة وبتيجي جاهزة عندك الحجر لفوق بيبقى حجر مجروش بيجي ده من إيطاليا جاهز على بيروح على البحرين أو على السعودية وفي نفس الوقت ومنتص منه الرطوبة والملوحة إحنا بندي دمان خمسين سنة على المنتج وإدي طبعا حاجة خمسين سنة ده مدى الحياة يعني خمسين سنة لا مدى الحياة وبعدو البي بي سي حضرتك وتقيل لي إنه هو فيه خاصية عاكس الشمس وعازل الدوق واخد طبقة واخد طبقة تيو فيه إنه هو اللي داخل المكان نفسه ما يحسش بالحرارة دي حاجة ما فيهش في النوعين التانيين يعني في الرمضة الخياري وفي اللي هو المعدني هو كله كله أي إن كان النوع سواء بفيسية سواء فخاري عازلين الحرارة الثلاثة عازلين الحرارة والثلاثة ضمنهم خمسين سنة مدى الحياة ما تعتبرش خمسين سنة تعتبر مدى الحياة يعني واخدين حاجة مضمونة واخدين حاجة قوية واخدين حاجة وبعدين يعني يعني نحن برجو يعني برجو بنميز نفسنا عن غيرنا إن نحن حريك لما بتيجي الرؤيتك ممكن تختلف تختلف زي أنت جاي مستهدفة الفخاري لحاجة معينة ومعنديكيش فكرة غير عن الفخاري فبتفجئ إن في حاجة تانية ممكن أنت بتغياري يعني حتى فيه مهندسين غيروا المشاريع بتاعتهم لو حاجات أحدث حاجات أحدث بالزبت حاجات مناسبة أكتر للمبنى لو أنا عايزيني يجيلك يعوزيني نروح للشركة نقول المخزن فين والمكتب فين احنا في 54 شارع عصمان بن عفان مدان سفير مص الجديدة ومتواجدين القاضي الإدارة ومتواجدين في السحل الشمالي كيلو 35 سيدي كرير برضو متواجدين هناك وشغل السحل الكويس يعني بسهولة جدا نوصل لك في أي مكان سهل جدا سهل جدا بسهولة جدا احنا كده خلصنا الأسطح كده احنا أخذنا حضرتك كده يعتبر ثلاث أنواع للأسطح طبعا الفخاري والبي في سي والمعدن وعرفنا كل واحد ومسته إيه وعرفنا استعمالاتهم إيه واستخداماتهم إيه ومميزاتهم إيه طبعا حضرتك عندك حاجة تاني في الشركة عندك الأرضيات عندي الأرضيات الـ HDF ودي حاجة طبعا كل بيت ما بيستخداش عنها طبعا تتميز أن هي سريعة التركيب برضو عمل الاحتكاك عليها أو عمل البري قوي جدا يعني أنا بالنسبة لي يبقى أحسن كمان من البركل طبيعي الناس هتستغرب بس أنا بالنسبة لي ده عملي أكتر هو قبنا حضرتك حاجة كل حاجة أوليها شغلها مرضو حضرتك ده لو أنت في سكنك أول أطفال أولك كبيرة عملي جدا عملي جدا طبعا وفي نفس الوقت مسته سرعة التركيب يعني ما بتغنيش وقت في التركيب أنا عرف ناس بتجيبه وتركبه نفسها كمان وممكن يركبه نفسه يعني من غير ما يكون فيه حد مدخصص في التركيب بالزبط كده بالزبط كده وبعدين تعود للألوان بيديك انسجام مع لون العفش مع لون الحوائط عند حضرتك فده برضو من ضمن المميزات الـ HDF في نفس الوقت بلص ان انت مثلا سين واحد في بداية شباب وبيقض شقة صغيرة حاط فيها الـ HDF ربنا وسع عليه وجه خد شقة كبيرة ممكن يفكه وينقله تاني معا طب دي حاجة عملية جدا تمام أو حضرتك لو أخده مثلا مقر الشرق صغير ربنا كنا موسع عليك وحب تنقلي فبردو سهل ان انت تفكيه وتنقليه في مكان تاني يعني بتستخدمه يعني متعدد للإستخدام في أكثر من مكان فبيوفر لك بدل ما تهدر فلوسك في حاجة هتخلص منك وتضيع لا ده بنقدر ان انت تستفيد منه لو نقلت من مكان لمكان بتضيف بس المساحات الجديدة على الموجودة عندك من المنتج نفسه بزرطيك هذا مقابل للاحتكاك وللحرارة مقابل للاحتكاك مقابل للاحتكاك مقابل للاشتعال مقابل للاوحدك ده في شركات معينة بتستخدم النوعية دي يعني لو قلنا الشركات معينة يعني لو في شركة شركة سيارات شركة شركة متخصصة في المجال معين بتختار نوع من نوع من نوع بتختلف حضرتك هو لو هنخش في شركات السيارات مثلا في معالج السيارات ودي طلعا في المانيا وبرى مصر بتستخدم حاجة اسمها HBL HBL ده طبعا بقوم للاحتكاج بدرج عليها جدا ده أحدس يا ده أحدس ده أحدس وأعلى في المقاومة للإحتكاك يعني لي استعمالات معينة مش مش ده بص حضرتك ده ده لو حضرتك في المطارات باستخدامه في المعارض في معارض سيارات في الحاجات اللي هي عليها ضغط عالي يعني فرق إيه بين ده وده إيه الفرق في المستخدم لا فرق عامل الاحتكاك حضرتك عامل الاحتكاك عامل الاحتكاك لأ وحضرتك قطئين لي فيه سكنس أو فيه اللي هي الجزئية دي فيه حضرتك معدني إحنا عندنا هنا الكريك المعدني ده بيضيف متانة أكتر لي لأنه لو حضرتك دخلها بعربية العربية في المفروض طبعا وزن تقيل فممكن في الـ HDF تفتح معايا تعمل بفاصل لكن معده الكريك الدخلي مع الكريك المعدني أأمن وأحصل عشان الأوزان مصنع عشان الأوزان بالظبط في نفس الوقت غير قابل للماية يعني حضرتك أخذي شيء ده تلوقتي حتيه أوزني وحتيه في الماء مثلا لمدة 72 ساعة إسبوع ده غريبا ووزنيه تاني هيبقى نفس الوزن وفي نفس الوقت ما فيش أي حاجة بتأثر فيه ده أكبر دليل منتج قوي وعواما الاستعمال برضو بتاعته حلو نزبت وحنا لو مش في جو ستوديو كنت أقول لحد كانت مثلا سفينجا وحطت على سبيرت وولعي وحطت على السطح وإذا بساحية بعد دي كده قطنا هتلاقي السطح رجع زي ما هو بدون أي تأثير طبعا دي حاجة جميلة جدا كده احنا عرفنا القاضيات وعن الأسقل وعايزين نعرف أكتر بقى عن مشايير حضرتك وإن أنت على طول متجدد وبيتجيب منتجات أكتر شاركت في معارض إيه احنا معانا هنا المعارض الداخلية معانا البكفيف ومعانا معارض بنات مصر هو بس للأسف عشان موضوع الكورونا سالي فاتت تأجله والسنة تقريبا المفوض 21 إن شاء الله عندنا معارضين طبعا المشاريع اللي حادتك شاركت فيها بقى في الفترة يعني الفترة اللي فاتت دي كان فيه كمية مشاريع في البلد كويسة جدا المشاريع اللي حادتك شاركت فيها بقى في الفترة اللي فاتت في الحقيقة يعني احنا دايما مركزين عن مشاريع الكبيرة احنا على سبيل المثال ونجي حاجة طبعا يعني مش عايزة أقول فعلا في الخيال المنصورة الجديدة المنصورة الجديدة يعني أتمنى أن انتم بردوا تروحوا وزروها احنا عندنا كنت حادتك وعدتنا في الحلقة اللي فاتت إن فيه فايزين وعدتهم برحلة الفايزين موجودين الجلالة إن شاء الله للجلالة والرحلة بس نحددها بعد كورونا يعني الدنيا تهدى شوية إن شاء الله ونتواصل معهم ودي رحلة خلاص دي دي اوكي المنصورة بقى يعني المنصورية المنصورة لا فيه المنصورة والمنصورة الجديدة ده فرق بين الاتنين من ستين سبعين كيلو تمام لك بلد جوه المحافظة نفسها دي بلد على البحر تمام نقائل بحري هناك تحس إن انت بحره مش بتعمل يعني يعني لسه ما فيش تلوسات بحر بخيره بحر بخيره مستعملش لسه مستعملش لسه عندينا برضو من المشاريع التالية طبعا المركزين جابت جدا في العاصمة الإدارية حاليا الـ واخدين حي الوزارات الحمد لله يعني مشاركين في حاجات كبيرة وحاجات مهمة جدا في البلد ده ليه مني يعني هو هدف الشركة إن احنا دايما ليه؟ لأن احنا برضو الاستشارة ما بيرجع علينا في معلومة معينة فإحنا غالبا بنيجيله المعلومة اللي هي آخر مواصلة إحنا غالبا بالأسف السنة طبعا عشان كورونا ما فيش ألمانيا عندك أحدث الخمات وأحدث التكنولوجيا فبتساعدوا البلد وبتساعدوا أي مشروع كبير في النواعي بزا بتخذ بزا بتخذ أكيد حضرتك سوريا أكيد حضرتك قبلتك صعوبات في الحياتك وإنت بتعمل مشروعك ده ووصلت للنجاح ده وللكمة دي والده التطور ده والتميز ده بالنسبة لباقي المهنة أو باقي المنتجات دي باقي السوق يعني عايزينها في الصحابات اللي قبلتك بساعدتك أي نجاح في العالم كله ليه ضرب كل حاجة الليها الضريبة بتاعتك بساعدتك يعني يعني أصعب حاجة كانت بتقابلني أو بتحرجني بمعنى كمان بمعنى أصح إن أنا لما سئل سؤال في منتج عندي وما كنتش عندي المعلومات كافية عنه فده طبعا كان يعني لأ كانت بتبقى محرجة محرجة جدا وفي نفس الوقت يعني حاسس ليه أنا ابتدت في دي فكانت بتديني نوع يعني من الإحباط طيب ليه ما ستنتش ليه ما درستش فلما بلاقيت أتعمق قلت لأ مع خير الدليل الدليل العملي أنا أجيب دي أنا مش فاهم خواصية بلاقيت عشان أعرف دي ايه بلاقيت أزور المصنع اللي هو بيصنح طيب طبعا الدراسة عليها الدراسة ودراسة عملية يعني حضرتك مثلا مصنع اليونان كم لو حضرتك روحتي وشوفتي لا يعني يعني أعلى تكنولوجيا في العالم كله في صناعة الأرميد فعرفت إزاي بتصنع إزاي بيجي من الجبل إزاي قدامنا وإزاي بينزل بيارة إزاي بيتخمر إزاي بتسحب والميزة في المصنع كله مش عايزة أقول لك كل اللي فيه سبعة ثمانية حتى سألت سحب المصنع بقوله حضرتك لو أنا استغلت على المكان ده وحبت أطلع الإنتاج ده قال لعزق 1500 واحد عشان نعملها كمكان المكان ده فده دليل على إن حجم التكنولوجيا عنده عالية جدا شغال على الروبوتات وأحدث حاجة في العالم ألمانيا غالبا بالنسبة للـ HDF برضو بيحدثه على طول على سبيل المثال إحنا النهاردة بقلنا شهرين في شهر يلاير 21 هتائم ودولات 20 20 دي تقليل ما برد بقيتش موجودة ودي مشكلة بتقبلنا في مصر إن احنا دايما ما بنعتمل في مشاريع معينة احنا بنجي اعتمل المصرح أصلا بيكون خلاص قفل على اللون ده وبدأ إياه من أحدث الألوان حسب السنة فلكن احنا عندكوا تنوع في الألوان وفي الخيامة عندنا عندنا حوالي 50 لون في الـ HDF عندنا الـ HPL عندنا حوالي 10 ألوان طيب لو قلنا حضرتك الحوار مع حضرتك شايف جدا وممتع جدا وأكيد كل اللي بيشوفونا ومستمتعين بالترام ده الفترة دي في البلد في مشاريع كتير جدا بتكون بها البلد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالك شايفها إزاي وهل بتعلم بتأثر الاستثمار ولا بتأثر بتأكيد طبعا يعني إحنا برا بيتمنوا إنه يفتحوا في مصر يعني برا يعني إذا كان بلجيكا ألمانيا السعودية الإمارات أي مستثمر برا عايز ليه البلد الوحيدة اللي مشي الحمد لله بخطة ستة الحمد لله يعني وده من فضل ربنا علينا وفضل كيادة الحكيمة يعني إحنا عندين نهضة عمرانية مش موجودة على مستوى العالم يعني حضر كما يقولك اليونان 2019 ما فيش توبة تحطت فيها توبة يعني ما فيش بيت تبنى تيجي أنت 2019 تلاقي نفسك داخلة في العاصمة الإدارية داخلة في العالمين نحن عندنا تطور سريع بالضبط يعني أنا ما شاء الله جاي من مصر الجديد الهنا ما خدتش وقت جاي سريعا ما كانش الكلامنا موجود عندنا عندك شبكة طرق عندك بنية تحتية عندك قهرباء عندك كل ما يؤهل وحضرتك لمس المشاياة دي قوي لأن حضرتك متواجد فيها أقطاية أعمالك بس حضرتك أنا أقول لك حاجة أول ما لقي اللودر ماشي أفضل ماشي وراء من العرباء أشوفها في عرفين وأفضل واقف أشوف المشهودة يقوم إمتى يعني مش منتظر أن يطلع لحوائط وعمدان والكلام ده مجرد نفسي أحس أن فيه حسة استشعار أعجابت أن فيه هنا مشروع أنزله طيب أصدقائي هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني استنونا علشان فيه حاجات كتير وفيه مفاجئات باش مواند ساعة يدعى تساعة من نهالنا النهاردة وكمان هنسحب أسامي وهنقول لأسئلة وهنعمل حاجات كتير فاصل وهنرجع لكم على طول ترجمة نانسي قنقر 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 فنركز جدا اللي ركز معنا هيعرف إجابة السؤال السؤالنا النهاردة ايه؟ شواندس يعني السؤال مرتكز برضو ايه أنواع الأرميد اللي متواجدة عند شركة الفرعنق احنا النهاردة اتكلمنا على ثلاث أنواع الأرميد مش هيششكوا ايه هم التلاثة ماشي هتبعتولنا على الواطس اللي بيظهر معنا على الشاشة وهنكمل أسئلتنا أسئلتنا اللي معنا الموجودة ايه؟ موقع إنمصر.com بيقدم جيزة لفائز واحد الدكتورة داليا عبد المجد بتقدم لنا جيزة وخدمتها 250 جنيه السؤال بيقول السؤال بيقول ما هو شعار الموقع ما هو شعار موقع إنمصر.com السؤال التاني مطعم تجور مطعم تجور بيقدم لنا جيزتين كل جيزة 500 جنيه 500 جنيه تمام لكل فائز بيقول السؤال بقى ما هو عنوان مطعم تجور خليب لكم التجور أول الحلقة النهاردة جايزتين كل جايزة 500 جنيه السؤال الثالث السؤال الثالث بتاع مهندس عيد وبيوتي بيوتي بيوتي سنتر لامور مقدم جايزتين منتجات تعينية بشعر و250 السؤال بيقول ما هو اللوجو بتاع اسم لامور لونه ايه سهل جدا في الاعلان لونه ايه هنسحب بعد هنسحب اسامي الناس اللي فازت كان معانا ستة من الفايزين هنسمح هنسحب ستة اسامي وهنشوف مين اللي فاز معانا عيد فن عيد نسحب يا عيد ندي هنا عشان نقرأ شوف مين اللي فاز سلمها له ومين معانا تاني محمد نسحب واحدة خلاص خلاص ده ملوش حز ناخد واحد تاني ملوش حز هتلاينا بقى الوعد دي ها بسرعة ماشي بمسرعة عيدة سؤال الفايز الاول خالد احمد ابراهيم خالد احمد ابراهيم اول فايز معانا وجبنا الورقة اللي وقعت مننا اديها لفان سعيد يقول لنا اسم التاني علشان اكيد مين صفاء عبد الكريم حسين صفاء نقول تاني صفاء اللي الورقة بتاعتنا وقعت منها ومواسب نهاش صفاء عبد الكريم حسين الف مبروك يا صفاء معانا هنا مصطفى احمد مصطفى احمد الف مبروك يا مصطفى نقص لنا تلات اسامي نسحب هنا واحد ونوديها هنا بسرعة 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 ما نسيبهاش بقى نسحب هنا كمان واحدة سننا دع صح مي مصطفى سيد صدقي مي مصطفى سيد صدقي الف مبروك يا محمد واحدة بس واحدة بس عبد الهادي حنافي اخر فايز معانا او فايزة معانا اختار اختار اعمل كده لا لا رجع تاني اعمل 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 ايو ايو اوي اوي يلا نختار واحدة بقى ده اسمي موجود فيها دي حسن عبد الرادي حسن عبد الرادي حسن عبد الرادي احنا معانا ارقامكم بنتصل بيكم بنتواصل معاكم والف مبروك ليكم كلكم معانا مسابقة مسابقة الطائرة المجنونة قدمناها في رأس السنة قدمناها في رأس السنة هيطلع الايميل اللي هيبقى قدامكم الايميل ده تبعتولنا اجابات العشر اسئلة هي التنشيط السياحة موفرة لنا عشر فايزين لرحلة سياحية مدينة دقس الاسوان او الغرداء او شرم الشيخ فول بورد كاملة ما بتتكلفش اي حاجة تجاوب العشر اسئلة تبعتهم على الميل اللي هيظهر وعلى عنوان اللي هنقوله العشر اسئلة سهلين جدا لو فيه سؤال صعب انا هغشوشولك دلوقتي هنقول الاسئلة ونشوف الاسئلة الصعبة هقول حلها ونرمين هي بتقول انا هقول الحل ماشي نركز قوي وننقل الايميل اللي هيبقى موجود قدامنا السؤال الاولاني دقس الاسئلة أين يوجد معبد أبو سنب أسهل منه مش هنقوله أشهر معالم محافظة ثوهاج برضو سهل جدا فيه أي محافظة مرسى علم لا فيه أي محافظة السؤال رقم خمسة مكان اسمه تل العمرنة في أي محافظة مكان اسمه تل العمرنة في أي محافظة ده السؤال رقم خمسة وإجابته المينيا ماليش ما شاب الحاجة تانية يلا السؤال السادس واحدة جديدة واحدة جديدة من الواحات المصرية الجميلة والله بتالي هو واحد سوى ده سؤالين احنا كده غششنا اتنين من عجائب الدنيا السبع القديمة عجيبة موجودة في مصر اسمها وفي اي محافظة ده سؤال سهل مش هغشش ماشي اضافة مدينة ساحلية يطلق عليها مدينة السلام من ضمن المدن اللي قلنا ان احنا ممكن نروح نزارها احنا قلنا لقصر واسوان الغردقة شرم الشيخ واحدة منهم ما اسم اعلى قمة جبلية في مصر ده سهل جدا في اي محافظة يوجد معبد الديارز بحاج الاسئلة سهلة ايه فاي محافظة توجد السبع سوائي اين يوجد معبد ابو سيمبل اشهر معالم محافظة سواج ما كان اسمه تل العمرنا في اي محافظة قلنا المينيا واحد جديدة من الوحات المصرية الجميلة قلنا واحد سيوى اتنين انت كل اللي هتجاوجه 8 اسئلة من عجائب الدنيا السبع القديمة اللي موجودة في مصر اسمها ايه العجيبة وفي محافظة ايه مدينة ساحلية يطلق عليها مدينة السلامة ما اسم اعلى قمة جبلية في مصر معبد الدير البحري موجود فين ابعتلنا على الميل اللي بيظهر معاكو بيظهر بالوقت على الشاشة وكمان لو عايزين نبعد جوابات عناشين الناس اللي مش هتعرف تبعت لنا ميل هيئة تنشيط السياحة العنوان هيئة تنشيط السياحة الدور الثالث السياحة الداخلية هيئة تنشيط السياحة الدور الثالث قطاع السياحة الداخلية ومسابقة الطيارة المجنونة الطيارة بتاعتنا كان بتاخدنا من مكان لمكان وبتلف بينا اكتر من مكان كل اللي انا عايز اقوله لكم انتظرونا على طول على طول على طول بمسابقتنا بجويزنا بالحاجات اللي احنا بنقدمها ان شاء الله وزارة الشباب الرياضة قريب جدا عاملنا مفاجأة في البرنامج انتظرونا بشكر الدعم الكامل من الاستاذ عبد الحميد توفيق رئيس قناة الصحة وجمال وبشكر كل فريق العمل اللي موجودين من جوه الستوديو ومن كاميرا من هنا تعبوا معانا في الحلقة النهاردة عشان يطلعونا الحلقة الجميلة دي انا بشكركم جدا لان انا من غيركم انا مش هعرف اما موجود ولا حتى هنطلع بالشكل الحلوي اللي موجود ده بشكر الاطفال الجمال اللي كانوا معانا النهاردة وشاركونا النجوم الجمال اللي موجودين معانا النهاردة كان معاكم نرمين رفلة ومحمد هاشو بشكرك بشوهندس اعيد بشكرك جدا واتمنى على طول ان انت تبقى موجود معانا ونجحات كتير جدا واتفرح كل المستمعين بتونا أو المشاهدين كمان اللي بيشوفونا من جوائز ومن حياة التعمال سعيد بيكم وسعيد بالبرنامج وسعيد بالسنة المشاهدين وإن شاء الله من تقدم لتقدم ونصدهر إلى صدهر أكبر إن شاء الله أصدقائي بني حلقتنا بكل حب وتقدير واحترام لكل اللي بيشوفونا لكل اللي شوفونا وفضلوا موجودين معنا طول الساعة دي تظرونا قبل المعادة بساعة لسبوع اللي جاي في برنامج كل الناس نيوز أشكركم وإلى اللقاء موسيقى موسيقى